موسيقى مشاهدين الكرام أو في الوطنية الأولى مساء نور أهلا وسأل بكم أهم ميزة الوضع الجوي في نهاية الأسبوع الأمطار يتوقعناها بأقصى الشمال وبالشمال الغربي تقريبا كميات اللي سجلناها كانت من مليمتر واحد إلى مليمترين بباجة وببنزرت كانت أمطار ضعيفة لم تتجاوز المليمتر الوحد بالنسبة لليوم مهم ميزة الوضع الجوي رتوبة المرتفعة وأيضا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة القصوى كانت من بين 9 إلى 14 درجة بالشمال وبالمناطق السحلية أقل نسبيا ببقية الجهات من بين 6 إلى 11 درجة ارتفاع شمل أيضا درجات الحرارة القصوى لكانت من بين 20 إلى 25 درجة وصلت إلى حدود 21 بيتونس العاصمة وكانت أقل نسبيا بالمرتفعات تقريبا في حدود 18 درجة كما نجمع نتابع من خلال تسلسل سوى القمر الاصطناعي أهم ميز الرتوبة المرتفعة خاصة على مستوى الطبقات العليا للغلاف الجوي أهم ميز حالة السماء ذهو السحب المرتفعة بأغلب مناطق البلد والتي كانت أكثر كثافة بأقصى شمال تقريبا سجلنا نزول بعض الأمطار أضعيفة والمحلية ببنزرت الليلة في الليل يتواصل تقص مغيم جزئيا إلى كثيفة سحب بأقصى شمال ودرجات الحرارة ليلا تكون من بين 12 إلى 16 درجة بالمناطق الساحلية أقل نسبيا ببقية مناطق البلد تتراوح من بين 8 إلى 11 درجة ليلة نجمع نقول عليها تقريبا تعتبر نسبيا دافئة يوم الغد إن شاء الله ممكن نتراقبه تغير نسبي خاصة أخر النهار ومع بداية الليل بالشمال وبالوسط تقريبا يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بشمال وبمناطق الوسط بمناطق الجنوب العنصر الجوي المثير ممكن للجدل هو رياح القوية بمناطق الجنوب وليس تكون مثيرة للرمال والأتربة الشيء اللي بيش يسهم فانخفاض مدرؤية الأفقية وظهور دوير رملية محلية رياح لتتواصل قوية حتى بالنسبة لسواحن الشمالية نشوفوا مع بعضنا درجات الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تقريبا بستتوصل في نفس نسق نتوقع 23 درجة بتنس العاصمة وبجية الوطن القبلي 22 ببنزرت وبباجة 23 بجندوبة وبسليانة 21 درجة بالكاف 24 بزغوان نتوقع 25 درجة بسوسة وبالمنستير بالمهدية 26 26 أيضا بالقيروان بالنسبة للقاصرين 24 بسيليبوزيت وبمناطق الجنوب تصل إلى حدود 25 بسفاقس 24 بقابس 26 بمدنين وبتطوين 26 أيضا بالنسبة لرمادة 24 بالبرمة وبيقبل 21 درجة بتوزر وبقافسة أقل نسبيا تقريبا في حدود 19 درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري تواصل الأعلام بهبوب ريح قوية سير المفعول بالنسبة لسواحنة الشمالية بمنطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون غربية إلى جنوبية غربية سرعة من 25 إلى 35 عقدة ممكن تتقلص فعليتها بعد ظهر تقريبا تكون من بين 20 إلى 25 عقدة والبحر يكون شديد الاثراب فمضطرب بالنسبة لخليج الحمامات واجهة الساحل ريح تتواصل من قطاع الغربي غربية إلى جنوبية غربية سرعة من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاثراب بمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون جنوبية غربية أساسا سرعة من 20 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطربا ناخذ فكرة حول الوضع الجوي كالعادة ببعض العواصم الأزنبية ببلدان المغرب العربي 32 درجة بين وكشت بعض الأمتار بالدار البيضاء 17 درجة أمتار أيضا بربات 18 بالجزائر سماء السافية بترابلوس 24 أجواء مستقرة بالقاهرة 21 درجة 25 بالمدينة منورة وبمكة المكرمة تقريبا حرار قصوة تكون في حدود 29 درجة توقعات نجوية بالنسبة لبقية العواصمة العربية بالدوحة 21 درجة سماء السافية بأبوذبي 22 13 بدمشق 17 بالكويت 17 أيضا ببيروت مع أمتار ضعيفة ومحلية 14 بعمان بغداد 12 درجة وبالقدس الشريف بعض الأمتار مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة تقريبا تصل القصوة إلى حدود 15 درجة بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لبعض العواصمة الأوروبية بإسطنبول تقس كثيفة سحب مع أمتار 9 درجات 11 درجة تحت السفر بموسكو أمتار وثلوج 19 بأثينا درجة تحت السفر بفينا 14 برومة تقس بيرت أيضا بأمستردام 7 درجات درجة تحت السفر بكوبنهاجن وبرلين سحب كثيفة و4 درجات تحت السفر بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لبقية عواصمة أوروبا الغربية بلندن أمتار 11 درجة 9 بباريس 5 درجات تحت السفر بيستوكولم بجناف 6 8 ببريكسيل مارسيليا 13 درجة 8 بمدريد وبلاشبونة بعض الأمتار 12 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة اليوم الأربعاء يتميز بيوصول كتل من الهواء البارد على بلادنا اللي تتميز بحركية ونشاط كبير يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمتار بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب أمتار اللي يكون عندها سبغة رعدية شيء اللي بيش يساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة تقريبا القصوة تكون بين 16 إلى 20 درجة بالشمال وبلوسط في حدود 12 درجة بالمرتفعات بمناطق الجنوب تصل إلى حدود 22 درجة بمناطق الجنوب الشرقي رياحة دية تكون مياه قطاع الغربي أساسا تكون قوية قرب سواحل ضعيفة إلى معتدل داخل البلاد البحر يكون شديد الاثتراب وهائج بكافة مجالتنا البحرية ويبقى الحذر مطلب خاصة بالنسبة لخياننا البحارة بالنسبة اليوم الخميس تتواصل طيارات الهوائية مع قطاع الغربي أساسا تبقى قوية قرب سواحل ضعيفة إلى معتدل داخل البلاد التقالبات الجوية اللي بيستعرفها بلادنا تقريبا مرورها بشكون سريع أهم ما يميز الأجواء ممكن بقايا أمطار بمناطق الشمال ببقية الجهات بش نعرف استقرار نسبي ظهور بعض السحب من حين لآخر والتي تكون محليا كثيفة تتواصل البحر شديد الاضطراب ودرجة حرارة تقريبا بشتحفظ على نفس مستوياتها مقارنة بيوم الأربعة نشوفوا مع عدنا أوقات الشروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله في الساعة السابعة والثين وثلاثين دقيقة وغروبها في الساعة الخامسة واسبعة تشن دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات عنوان وحيد المهد الوطني لرز الجوية تنجموا تزوروا موقع الويب تبعثوا رساليات قصيرة على الرقم 85-012 وللتتصلوا برقم الموزع الصوتي 88-40-0 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وبداية أسبوع مفق الجميل اشتركوا في القناة